في يوم من الأيام أمر ملك أحد وزرائه بتربية عشرة كلاب وحشية في سرداب القصر الملكي وكان هدفه من ذلك هو إلقاء أي وزير يخطئ لهذه الكلاب فتنهشه حتى الموت ويكون هذا عقابه حتى يخاف الوزراء ويعملون على طاعته ويضمن ولاءهم دائما وفي أحد الأيام اعترض الوزير المقرب من الملك على كلام الملك في أحد الأمور الخاصة بالمملكة فغضب الملك ونسي قرب هذا الوزير منه وأمر بإلقاء هذا الوزير للكلاب المتوحشة لم يصدق الوزير قرار الملك وفي دهشة وخوف قال له لقد خدمتك يا مولاي أكثر من عشر سنوات وكنت دائما الولاء والطاعة والإخلاص لك فكيف تفعل بي هذا الآن لمجرد رأي قلته ألم تجد في ذاكرتك معروفا قدمته إليك لتكافئني عليه وتعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه رق قلب الملك لكلام الوزير خاصة أن هذا الكلام حقيقي تماما ولكن خوفا على هيبته لم يرجع عن قراره فطلب منه الوزير أن يمهله مدة عشرة أيام قبل تنفيذ هذا الحكم فاستجاب الملك لكلام الوزير انطلق الوزير إلى حارس الكلاب المتوحشة وعرض عليه أن يخدم هذه الكلاب مكانه ويرعاها لمدة عشرة أيام فقط فتعجب الحارس من طلب الوزير المقرب من الملك ولديه عمل مرموق ولكنه في النهاية ترك له عمله حتى يستريح ويأخذ إجازة طويلة بدأ الوزير يعتني بالكلاب ويطعمها ويوفر لها جميع سبل الراحة وبعد مرور الأيام العشرة جاء الحارس وأمر الملك بتنفيذ حكمه على الوزير بإلقائه للكلاب وأخذ الملك وحاشيته ينتظرون انقضاض الكلاب الجائعة على الوزير ولكن كانت المفاجأة لقد جاءت الكلاب تحتضن الوزير وتنبح تحت قدميه دون أن يجرؤ أحدها على أن يؤذيه فأمر الملك بإخراج الوزير وعندما وقف أمامه سأله ماذا فعلت لهذه الكلاب قال له الوزير يا سيد الملك لقد خدمت هذه الكلاب لمدة عشرة أيام فقط فلم تنسى الكلاب معروفي وأنا خدمتك أكثر من عشر سنوات فنسيت كل هذا في لحظة واحدة ولم تتذكر لي معروفا واحدا ومحوت الماضي الجميل بيننا وكان عليك أن تتحلى بالعفو فكما قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن عفى وأصلح فأجره على الله وقوله أيضا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالذي يعفو يكافأ بعفو الله عنه شعر الملك بالخجل الشديد من نفسه وأمر بالعفو عن الوزير وتسريح الكلاب وإخراجها من سرداب القصر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبث وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فتاة عمرها عشرون عاما تعرفت على شاب عن طريق الشات استمرت العلاقة بينهما وخرجت معه دون علم أهلها ثم اتفق على الزواج بعد أن وصل حبهما إلى أعلى الدرجات حضر الشاب إلى منزل الفتاة مع أهله لخطبتها فأبدت عائلة الفتاة موافقة مبدئية حتى يسأل عن الشاب ويكون الرد النهائي بعد أسبوع سأل الشقيق الأكبر للفتاة عن الشاب فوجد أنه غير مناسب لأخته وبلغ أسرته برأيه ولما علمت الفتاة أن أخاها رفض هذا الشاب جن جنونها لذلك قالت لأخيها أعلم أنك تقي وتخاف الله عز وجل ولا تغضبه في معصية ولكنك لا تعلم أنني أعرف هذا الشاب منذ سنة وخرجت معه لذلك أرجو منك أن تبارك هذا الزواج فأنا لا أستطيع أن أتحمل البعد عنه في هذه اللحظة تمالك الأخ نفسه من كلام أخته الذي لا يستطيع أن يتحمله أحد لكنه استطاع بفضل الله ثم بحكمته وبعد نظره وصبره التحمل ثم حاول أن يمنعها من المضي في الزواج وقال لها بهدوء هذا الشاب لا يصلح لك وكونك أخطأت فلا داعي للمضي في الخطأ ولكن عليك تصحيح الخطأ رفضت الأخت وقالت لشقيقها في غضب إما أن توافق على زواج منه أو أن تحر خرج أخوها من عندها بعد أن أصر على موقفه وكان للفتاة أخ من أبيها على خلاف مع شقيقها الأكبر فاستغلت هذا الخلاف وذهبت إلى أخيها وطلبت منه الموافقة على زواجها من الشاب الذي أحبته بعد أن يسافر الأخ الشقيق في مهمة عمل فوافق أخوها وزوجها ممن أحبت وتم العقد بينهما على أن يتم الزفاف بعد شهرين وأصبح هذا الشاب زوجا لهذه الأخت بالشرع فلما علم الأخ الأكبر بذلك عاد مباشرة من سفره وذهب إلى بيت أخيه حيث توجد شقيقته عنده فلما دخل توقع الجميع أن يغضب الشقيق على أخته لكنه سلم عليها ودعا لها بالبركة والتوفيق وطلب منها أن يذهب سويا إلى بيت والدها ولما عادت إلى بيت والدها لم تسلم أمها عليها فقد كان عملها لا يتقبله أحد حتى إن إخوتها كانوا ينظرون إليها باحتقار فكيف تزوج نفسها وتترك أهلها من أجل هذا الشاب وجاء موعد الزفاف وفي أول ليلة اكتشفت الفتاة أن زوجها مدمن للمخدرات بل وكان مسجونا بقضية ترويج مخدرات فتذكرت كلام شقيقها الأكبر وحزنت حزنا شديدا استطاع هذا الشاب أن يوقع زوجته في تعاطي المخدرات بل امتد ذلك إلى أن أوقعها في ترويجها بين بنات جنسها وفي أحد الأيام تم القبض عليه واعترف عليها بأنها هي الأخرى تتعاطى وتروج المخدرات فتم القبض عليها أيضا اتصلت الزوجة بأخيها من أبيها فقال لها ليس لي علاقة بك أنا زوجتك وانتهى دوري ثم اتصلت بشقيقها الأكبر وأخبرته بما حدث لها ولأنه أخ بكل ما تعنيه الكلمة جاء مباشرة إلى الشرطة وسأل عن القضية وملابساتها ثم جلس مع زوج أخته وطلب منه عدم الغدر بالفتاة التي ضحت بأهلها من أجله وأن يطلقها فاعترف الزوج أمام القاضي بأن زوجته لا علاقة لها بالترويج أو التعاطي وطلقها بعدما تم الإفراج عنها بعد ذلك عرف الشقيق الأكبر أن أخته تحتاج إلى علاج فأخذها وأدخلها إلى مستشفى أهلي للعلاج على نفقته وبدون علم أحد حتى تعافت تماما ثم عاد بها إلى البيت بعد أن قال لها لا تخبر أحدا بما حدث لك لأنه لا أحد يعرف فقط أخبرهم بأنه قد تم الطلاق بينك وبين زوجك وكل ما أرجوه منك أن تلتزم بالصلاة وقراءة القرآن وطلب العفو من الله عز وجل على ما كان منك بكت الأخت بكاء مريرا واعتذرت لشقيقها عن كل ما سببته له من متاعب وأخبرته أنها كانت بالفعل ستفعل ما أوصاها به وتمر الأيام وتلتزم الأخت بالصلاة وحفظ القرآن حتى وفقها الله لزوج صالح وهو أحد أصدقاء شقيقها الأكبر ففرحت كثيرا وعلمت أن الله قد قبل توبتها وعوضها بالزوج الذي تتمناه وقبل خروجها من بيتها لبيت زوجها قالت لشقيقها الأكبر والدموع في عينها الحمد لله الذي جعل لي شقيقا رائعا حنونا حكيما يقوم بدور الأب الذي افتقدناه جميعا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا قال الحسن البصري وأنا أقف على ظهر الطريق في المدينة في الحر الشديد إذ بي أرى جنازة يحملها أربعة من الرجال فقلت جنازة يحملها أربعة والله لأكنن خامسهم فسار الحسن البصري وراء الجنازة وانتظر حتى فرغوا من دفنه واستوقف الأربعة وقال لهم لما أنتم أربعة؟ قالوا والله لا ندري لقد استأجرتنا هذه العجوز لنغسل ونكفن ونحمل ونتفن قال سبحان الله حتى الأربعة استأجرتهم هذه المرأة فوقف الحسن البصري ينظر إلى المرأة بعد الفراغ من الدفن وإذ بالمرأة قد جثت على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وقالت يا رب من لي سواك هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي عصاك مرارا وتكرارا وتجرأ على معصيتك اللهم فرحمه اللهم فتجاوز عنه يا رب من لي سواك ونظر الحسن البصري وتأمل في وجه المرأة وهي تبكي وتبكي ثم ابتسمت المرأة وانصرفت فتعجب الحسن البصري وبدأ يجري وراء تلك المرأة قفي يمرأة ها أنا أستحرفك بالله ما أمر صاحب الجنازة قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال أنا الحسن البصري من علماء المسلمين قالت والله لولا أنك من علماء المسلمين ما أخبرتك أيها الحسن هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي الذي يعرفه أهل البلدة أنه ما ترك من شيء يغضب الله تعالى إلا وفعله لكن الذي لا يعرفونه أن ولدي تاب إلى الله وعاد إلى الله فكنت أقوم في جوف الليل وأقول يا رب بل سواك اللهم هد هذا الشاب العاصي كنت أدعو عليه بداية ولكني لما لجأت إلى ربي ودعوته أن يهديه قد استجاب الدعاء الأول ألا وهو الدعاء على ولدي فابتلاه الله بمرض أقعده في الفراش فلما دنى الموت واقترب الأجل نادى علي قال يا أمه أستحلفك بالله إذا أنا مت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر وقولي هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاء قالت وفعلت ثم نظر إلي كأنها نظرة وداع وقال لي يا أمه لا تخبري أحدا من أهلي لأنهم لو علموا بموتي فلن ولم يترحموا علي ما رأوا مني خيرا قط واستأجري أربعة من رجال يغسلني ويكفلني ويحملني ويدفلني ثم أستحلفك بالله أن تقفي عند قبري ساعة ولا تنصرفي حتى يريك الله فيي آية قالت والله يا حسن بعد الدفن نظرت إلى القبر وبكيت وقلت يا رب من لي سواك يا رب من لي سواك قالت المرأة فوالله لقد سمعت صوت ولدي من داخل القبر يناديني ويقول لي يا أمه اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين يا من عصيت الله ليل نهار بأي قدم ستقف بين يدي الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله أو تقول لو أن الله أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ترجمة نانسي قنقر